عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة السمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عبر سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن خالص التهاني والتبركات لمقام حضرة صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده الامين حفظهم الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم والامة العربية والاسلامية بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك داعيا المولى القدير ان يعيد هذه المناسبة المباركة علينا جميعا بالخير واليمن والبركات اطلع المجلس في مستهل الاجتماعي على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الاسلامية ورئيس اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الاسلامي للتعاون العلمي والتكنولوجي كومستك والتي تضمنت دعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في اعمال القمة الاسلامية الاولى للعلوم والتكنولوجيا والمقرر عقدها في العاصمة اسلام اباد في الحادي عشر من شهر نوفمبر القادم كما اطلع المجلس على الرسالتين الموجهتين لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه من معالي بانكيمون الامين العام للأمم المتحدة وقد تعلقت بشان القمة العالمية لاعتماد جدول اعمال ما بعد عام 2015 والتي سيبحث خلالها الاستراتيجية العالمية لقمة المرأة والطفل والمراهقين كما تضمنت الرسالة اشادة الامين العام للأمم المتحدة بدعم دولة الكويت لوكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونوروه بما يترتب عليه ضمان بدء العام الدراسي والحفاظ على تعليم خمسمائة الف طفل في المدارس التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى أحمد الكندري حول اقتراح آلية تخصيص الأراضي باستخدام نظام المعلومات الجغرافية جي آي اس بعد أن تمت دراسته مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والذي يدف إلى تحديد البيانات المساحية والمكانية الآلية المتوفرة بأنظمة بلدية الكويت وتوضيح الشرائح والمعلومات القابلة للتداول بين الجهات الحكومية من المعلومات الجغرافية والخرائط الإلكترونية ورصد وجمع ورسم المعلومات المكانية للبيئة التحتية المعنية بالجهات الخدمية بالإضافة إلى بيان اسلوب توحيد وتصحيح المعلومات المكانية لاستخدامات الأراضي والخدمات المتعلقة بالجهات الحكومية وكذلك وضع المواصفات الفنية والتقديرات المالية لربط أنظمة الجهات الحكومية المشاركة مع قاعدة البيانات المتكلمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة